اشتركوا في القناة ومن هنا لا تتوقف مشروعات تطوير الاثار والمناطق التاريخية ومنها منطقة القاهرة الخدوية وتنظيم وتأهيل اثارها ومتاحفها ودور عبادتها موسيقى كانت دور العبادة على رأس اولويات التطوير فاعادت الدولة للمساجر التاريخية بريطها فكان مشروع ترميم مسجد الحسين الذي وصلت تكلفته الى 150 مليون جنيه وشملت ترميم الجدران والاسقف وتجهيز المقتنيات النبوية وتوسيع مصلى السيدات واضافة مساحات خارجية للمسجد ليتسع لنحو 3000 مصل كما افتتح الرئيس السيسي مشروع ترميم وتجهيز مسجد السيدة نفيسة وتأهيل مقصورته وترميمها موسيقى وامتدت عمليات التطوير في القاهرة التاريخية لتشمل كنيسة بن عزرى بمنطقة مصر القديمة وهو احد اقدم المعابد اليهودية في مصر وتضمن المشروع اعمال الترميم المعماري الدقيق ومعالجة اسقف المعبد وصيانة منظومة الاضاءة ومعالجة الزخارف الاثرية والمكتبة ويضم مجموعة نادرة من المخطوطات والوثائق خاصة وثائق الجنيزة التي ترصد تاريخا مهما لحياة اليهود الاجتماعية وكان اخر ترميم للمعبد عام 1991 كما رممت الدولة حصن بابليون الشهير والاثر الوحيد الباقي من الامبراطورية الرومانية الذي عرف ايضا بقصر الشمع وتضمنت اعمال الترميم الدزء الجنوبية من الحصن الموجود اسفل الكنيسة المعلقة والمسمى ببوابة عمر وكذلك تنظيف جميع واجهات الحصن الخارجية والداخلية وتطوير منظومة الاضاءة وتجهيز واجهاته المعمارية شوف احنا قلنا مقدمة اظنها واضحة في ان احنا هنتكلم في ايدي الوقتي بس انا يمكن هبدأ كلامي مع عظفي الكريم والذي ارحب به ترحيب بهائل لانه زي ما تقابلنا دلوقتي على بابل استوديو هي اول مرة نتقابل دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزارة السياحة والاثر اولا من نورنا انا قلت لدكتور مجي قلت له يا بختي اخيرا نتقابلنا احنا دايما على التليفون ساعات احس ان احنا احنا المصريين المواطنين العادية عاملين زي اللي عنده فلوس كتير فمش حاسس بيها فمن كتر الاثار والحضارة اللي موجودة عندي اتعاملنا معها لسنين باستهانة هي جات نتيجة تقريرات يعني حضرتك يعني اول مبارح كان السيد رئيس الوزراء في يوم واحد في ساعتين كان اول ما بدأ الزيارة بصور مجرى العيون المأخذ وبالمناسبة كل اللي مشاهدين حضرتك هو مفتوح لمدة اسبوع مجانة يعني تنصره لسور مأخذ السور مجرى العيون اللي بعتبره هرمالعمار الاسلاميين موضوع مسهل عشان تطلع تجيب ميا من النيل توصلها لغاية القلعة اعتقد لو شفناها في الواقع هتبقى الفكرة يعني جبرة جدا وبعد كده راح كنيسة من القرن الرابع والخامس اللي هي كنيسة معلقة ثم جالنا بعد كده راح لبوابة عمر البوابة اللي دخل منا سيدنا عمرو بن العاص ثم حصن بابليون اللي هو بيمتد من العصر الفرعوني والعصر اليونان الروماني ورح معبد عزرة من العصر اليهودية قرن 12 فتخال حضرتك في ساعتين في مكان واحد عندنا يعني معبد يهودي وكنيسة وعندنا حصن روماني وعندنا بوابة إسلامي وعندنا مع حاجة معمارية هندسية اعتقد دي مش موجودة في أي مكان في الدنيا واي حد هيقول يعني عندي النهاردة كل وسائل علام يوسف فيب تتكلم عن عطر اسمو عطر الخلوط كل وسائل علام نستكتاز أحد أو الله يفرد يعني ايه عناء عطر يملأ المكان برائحة فوحة جدا وعمره كل ده هي مرضاعة وملأهم أحد الأواني طبعا هم أخذوها من زمان من قبل القوانين وقبل كده مرضاعة الملك أمن حتب التاني اللي هو ابن حتمس التالت اللي هو بيسموه كده يعني سيد المحاربين فالنعكس الاقتصادي بينقلب على الطحنيت يعني كل ما كانت حتك الاقتصادية كبلد وكإنسان جيدة طحنيتها ببقى جيد فاحنا بنتكلم عن 3500 سنة ناس ألمان مع المتحف الدنمارك بدأوا يعملهم أبحاث ودرسات وبدأوا ياخدوا بعض الأجزاء لقوا بعض المواد جاية من جنوب شرق آسيا إيه اللي حصل ما حدش عارف من لبنان اللي حصل برضو لبنان يمكن قريبة شوية سالة شوية قريبة كتير لقوا بعض حاجات من الصنوبر لقوا البلوت لقوا بعض الأشجار مؤكد جاية من جنوب شرق آسيا لقوا الفلفل والفلفل وإحنا عندنا مش بيزرعوا لقوا بعض المواد غريبة جدا وزيسة موراتينج وموال كبير بدأوا الناس بقى شوف حضرتك أنت بتتكلم عن نقطة ممي فأقول لها حلقة الاستثمار بقى الماركتينج بدأوا يحاولوا يخلقوا من ريحة يعني يطلعوا من ريحة بحيث السواحي اللي إن شاء الله هيزوروا مدحف الدنمارك هيشمموا مريحة بقى لها 3500 سنة ادفع بقى فهي فكرة فإحنا عندنا مشكلة في الماركتينج الدولة دلوقتي من 2017 بدأت تاخد على عطقة هي الاستثمار الثقافي إحنا عندنا كنز ولكن ما بنستغلوش فالدولة بدأت تاخد هذا الكنز ويمكن أقرد لها ذلك إنه يمكن أسبوعيا أو كل شهر عندنا اجتماع مهم جدا جدا وكم من أسبوعين السيد الرئيس رئيس الوزراء محافظ القاهرة الناس المختصة بالبناء والتعمير خاصة بهذا الموضوع فالدولة خدت على عطقة عدة مشاريع يوسف أنا وأعتقد إن شاء الله في حالة انتهاءها هتغير وجه السياحة مش في مصر لكن يعني في العالم كله عندنا مصار العائلة المقدسة اللي خلصنا بنسبة جبيرة جدا عندنا منطقة سنتي كاترين بيحصل فيها تطور يعني لأن سنتي كاترين دي حالة خاصة كل أنواع السياحة موجودة فيها من السياحة الروحية بس دفاع روحية وبقية والسشفائية ويعني كل اللي حايت سؤوله وعشاب والمكان في حد ذاته هناك وقفين نسمه وقفين راحة يعني بجينا بصراحة السيد الرئيسة ولو عاشقينه عندنا كمان مشروع مهم جدا اللي هو مظار ألا البيت اللي الدولة احنا عندنا دلوقتي بدأنا يعني احنا ما جينا نفتيتح جامعة الزهر بي برس شفنا ناس من أسباكستان مين دول وجيين يدوروا عليه جينا دورتهم لتاريخهم والله يعني المماليك دول رغم انه هما تربهم وقعدوا في هذا البلد لكن هما جيين من هزي المناطب فالدولة دلوقتي بدأت تفكر تفكير جيد وكان حضور السيدة الرئيسة فتح مسجد سيدة نفيسة مع رئيسة أو مالكة سلطان البهر رسالة مهمة جدا احنا مش بنرمم أسارنا او تم بيها على أسس عقائدية او دينية او احنا بنعب سياحة صناعة السياحة ده مقررت للعب سياحة لازم تقبلها صح فالدولة دلوقتي كمان مشروع القاهرة التاريخية اللي حضرتك هنشرين لنهاردة ابعتبر مشروع مزهل لان القاهرة قد وصلت لمرحلة يعني بليف قرنط قد وصلت لمرحلة خلاص بقت عاملة زي التوب يعني متهرق لدرجة فزاعة جدا جدا رغم بعض الاعتراضات من بعض الناس لكن انا شايف الدولة دلوقتي بتعمل مجموعة من الخطوات الجد اللي اسمها قرارات جاية انتايم وكلها انتايم طبعا هيحصل الهجوم اكيد كل مشروع فيه ناس اسموه مع وجيز الفرح ويعني انتوا كنتوا فيهم من الجبانات وكنتوا فيهم القاهرة القاهرة مشروع معمول لها من سن ستة وتسعين تخيل حضرتك ايه اللي عملنا في القاهرة شوية جبنا عند جامع اللي حاكم أمر الله واشتراع المعز ما انا عرفش عن الدنيا كلها في القاهرة غير ايه المعز ومجمع ومنطقة مجمع الأديان فقط اللي عند جامع عمر طب فين باقي المناطق لأ انا عندي الوقت الضرب الأحمر مشروع مهم جدا عندي مشروع اسمه البقيع التاني اللي هو يعني اللي فيه السيدة رقاية يعني انقول السيدة رقاية والسيدة سكينة والسيدة زينب وزين العابدين وابن سيرين اللي ما حدش ياخد باله منه اللي هو ابن سيرين اللي هي أخت السيدة امارية القبطية زوجة سيدنا محمد وابن يعني حسان بن سابت اللي شعر رسول طبعزين ايه يعني فبالتالي احنا داخلين عن نوع من السياحة جديد بكل أنواع سواء في سانة كاترين او في مصارع المقدسة او في منطقة اللي هي أمزار على البيت او البقيع التاني داخلين في مشروع مهم جدا نتمنى ان هذا الحلم ينتقل للإسكندرية ينتقل لأسوان ينتقل للمينيا المينيا دي يوسف فيه اكسم بالله اذا عيد صياغتها وتشكيلها واناك فيه متحب يتم اشعار في العلم بكلامش عنه ليه الصحابة البدريين اه دف اهناسيا اهناسيا عشر تلاف شهادة رسول الله خمس تلاف واحد مدفونين في مكان منهم سبعين شهادوا بدر اي حدوتة واي حدوتة طيب انا هستأذن هروح للفاصل وهنرجع بعض الفاصل عايزك تاخد انت اللي وانت اللي بتتفرد تاخد لقطة كده انت كم مرة من 1952 تشوف الرئيس جمهورية يعقد اجتماعات منتظمة مع كبار رجال الدولة علشان الاثار بالمناسبة هي عمرها ما حصلت غير فعاد الرئيس السيس خش وفصل وتعالى نكمل الكلام ازايكو عاملين ايه بقى احدا تطرقنا في الفصل لحاجات لطيف زملائي بيقولي خمس دا يقولك لا والنبي زودوها خلوها عشر دقايق وكريم ورمزي حبيبنا الدكتور مجدي شاكر كبير الاثاريين ووزارة السياحة والاثار منوارنا وكنت بتكلم على انه خلاص اصبح واضح ختم كده الرئيس بنفسه وهو مهتم بهذا الملف لكني هروح على مسألة احنا احنا كلنا كم وطني احنا فيه عندنا للأسف الشديد قدر لا بأس بيه على الاطلاق من الاهمال والاستهانة بقيمة الاثر حقيقة والحد دلوقتي لسه اشوف اسبلة بوابات مهمة لمباني لمساجد الاخ ده ورشة احزية ده بيبيع خردوات وشنط منارس ده بيبيع ملبس منزلية مشيها منزلية اه والله ده ممكن يكون بيعلق غطي عن حلل حاجات زي كده وانا ببقى قاعد اشد في شعري هو ازاي ده موجود انت حضرتك يعني اعلامي لكن انت برضو حضرتك عدو مجلس نواب اللي بيحكمنا كلنا كبشر او كموجودين في هذه البلد هو الدستور انا بس عشان يعني حضرتك عشان الناس تفهم لان للأسف حضرتك الناس ما بتقراش وبتسمع وبتسمع كتير وبتسمع لناس للأسف ناس يعني مش عايزين لهذا البلد نتقدم في دستور 2 2012 وحضرتك السياسي وعارف قال ايه بقى على الاثار قال ان الدولة تعامل البحار والمحيطات والمحميات الطبعية والأسار وتلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والسيانة الأسار والمحميات سوى الأسار بالايه؟ بالمحميات سوى بأي حاجة جينا بقى في دستور 2014 حطنا 3 مواد حطنا المادة 47 اللي بدول تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية برافضة المتنوعة 49 قال تلتزم الدولة بحماية الأسار والحفاظ عليها ورعيتها وصناطها واسترداد ما تم الاستلاء عليه ويحظر إهداء ده مهم جدا اللي نابل كده كانت العملية مفتوحة محمد علي أهداء بسهل لغاية الرئيس السيدات ويحظر إهداء ومبادلة أي شيء والاعتداء عليها والأتجار فيها وجريمة الأسار اللي تسكت بالتقاد يعني حضرتك أي واحد تقبض عليه ويهرب يا حبيبي بوقتي ما ترجع القانون إيه نستنيك ودي مهمة جدا يعني كان زمان يقولك يهرب عشر سنين ويرجع ويسكت لا الكلام في المادة 50 قال ترس مصر الحضاري والثقافي والمعنى ومعنى بجميع تنوعاته إسلامي وإبتي وكل العنوء الدولة هتحافظ عليه وتصونه وتمنع الاعتداء عليه طب حضرتك تقول لي يعني إحنا بنقول الكلام ده ليه أو أهمية الموضوع ده أميته إن الدولة مدركة تماما وجود السادة رئيس مدرك تماما إنه هو بينفذ دستور لأنه الدستور حاكم من أول الرئيس لغاية أي حد عشان برضو الناس تفهم أنا بأعمل سيرش برضو زي ما حضرتك بتستعد كده رئيس الوزراء بتاعنا زيك جدا الراجل عشان بس نعم بتقوله هو بشغال في الموضوع ده زي الماجستير بتاع السادة رئيس الوزراء خد 92 قال إيه العنوان بتاع رسالة إعادة تأهيل المناطق المركزية ذات القيمة السياحية التاريخية في الدول النامية وخد نموذج منطقة الضرب الأحمر يبرج رسالة كاملة قاعد فيها من 92 وفضل فيها خمس سنين في منطقة الضرب الأحمر يبرج الله مهندس إيه مختص بالجزئة دي في الدكتورات بتاع السادة خالدها سنة 97 قال إدارة فعال لعملية تجديد المناطق العمرية داخل الدول النامية دراسة منطقة السيد زينب يبانا صدر أنا دلوقتي عرفت أنا بحبه ليه بخلاف أداءه بصراحة هو رجل مصل باحترم احترام لأن أنا عارف سرطه الوظيفية من جوه هيئة المجتمعات العمرانية زمان ومن قبل 2011 وحتى هذه اللحظة ما في حد إلا هو يذكر هذا الرجل بخير ده مثل أخلاق طبعا جدا فدراسته دي مع الهندسة أعتقد لما أي حاجة بتتعمل أكيد هو مش وافق عليها إذا كان يعني دراسيا أو علميا أو مستقبليا بالضبط بالضبط مد العيش لإيه لخبازه فذلك هو ما رحسل زينب مدرك تماما اللي بحسن لذلك كانت أي مهندس أو أي شركة طائرة عليه الشغل أنا واثق أنه لأن راجل دراسات يمكن زمان للناس اللي اشتغلت أيام المراجع ورفنسة كانت في المكتبات واخدارك التفاكر وكنا نقعد ننقل في الأجندة ما كانش بقى بالضبط فبالتالي كان اللي بياخد رسالة كم زوله بطلعيني سؤال حضرتك بقى إحنا عندنا مشكلة طبعا عندنا مشكلة للأسف إحنا عندنا مجموعة من القوانين بتمنى من خلال برنامج حضرتك وهذه القناة المحترمة عايزيني نوحد قانون الأسار والتراص قانون الأسار والتراص بحكومة عدة قوانين قانون 117 سنة 83 اللي هو قانون الأسار أي أسار لغاية سنة 83 مئة سنة قبله بقى أسار طب وبعدين عندنا مشكلة في قانون تاني اللي هو 119 اللي هي 2006 للتنصيق الحضاري في قانون طالة 104 2008 المباني اللي هي اسمها أيها للسقوط فبالتالي احنا عندنا تلك قانين يعني حضرتك السبيل اللي بتخش ممكن يكون متعلق لزيما حضرتك بعض الملابس يكون هو الأسار بتشرف عليه لكن مين اللي واخده الأواف والمحافظة فزي بقوله تفرق دمه وبين القبائل فلزيك نتمنى يعني من القائمين والمشرعين وحضرتك مشرع أرجوك يا سيدي في أول الدورة الجاية نطرح مشروع كبير لتراص مصر كل وليس تراصة مجرد المادي ولكن تراصة المعناوي وعارف أن هذا البلد ده في حكايات ده احنا عندنا زيارة الأرافة لها طقوس وعادات وتقاليد وأكيد تفكر جدتك لما كابت جهز السبت السبت له طقوسه والفاكهة لازم يبقى تجيب أحلى فاكهة وليه؟ لأنها هتسكو في يد الله هتروح للغلبان بس يرح المين طبعا بالواجه الله سبحانه وتعالى وبالتالي احنا عندنا طقوس يعني تراص مدي ضخم جدا يا فندم القاهرة دي الناس معتقد أن القاهرة بمجيل فاطمين والله هي أبدا ده الأرافة دي موجودة قبل القاهرة لأن المجلس سيدنا عمر بن العاص لما القصة المشهورة بمقوقس قال له ده يعني المنطقة دي منطقة مقدسة ففيها غراس الجنة قال له لا ده احنا اشتريها بأي مبلغ وبالتالي هالقرافات بدأت من القرن السابع يعني يا بنتكلم عن مكان باله 1400 سنة قبل القاهرة القاهرة 1000 وشوية فبنتكلم على حوالي 600 سنة ما فيه فرق بين ده وبالتالي القراء وناس تعتقد القاهرة نشأت مع عمر بن عاص والله هي أبدا يا فلو أنا موجود في مكان اسم المطرية شارع بمثلة فيها مسلة أقدم في الدنيا مسلة سنسرة من سبع سنوات كنت حضراتك لو جالي حد أو كده كنت بابا مضيئ جدا شوارع سيئ جدا منطقة المثلة منطقة يعني كانت عشوائية نفسي حضراتك أرجوك ابعت الكاميرا بكرة وتعالى تشوف بعدنا شارع بعدنا منطقة يعني أقول لحضراتك إن بنطقة المثلة دي بيعاد سياغتها بس وحي يجوا يعني السائح الأول كان يخاف يجي عندنا شجرة مريم منطقة يعني طفة يعني عندنا شارع يا فنم إن شاء الله ومحطوط له خطة وانا عارف نهاية تنفذ فيها جامع عاصر عصر عصمان اسم جامع المطراوي بعد نص كيلو فيه عندنا شجرة مريم يعني مناخر الدنيا وعندنا كمان المثلة السنسرة المكان الآن دلوقتي وانا جاي لحضرتك النهار دي الصبح كان بيجازوا بلدرات وبرصفوا الشارع فيه خطة فأنا بقوله أنا بيكلمك من واقع عشان بعض الناس اللي قاعدة حطين إيدها كده وبيمصمصوا الشفافهم أرجوك قبل ما تمصمص شفافك روح المكان وشوفه واسأل الناس أرجوك روح المناطق زي الحطابة والسكر واللمون اللي كانوا قاعدين في أماكن يعني ده لو حصلت حريق عندهم لو واحد مريد ربنا يجازي اللي تسبب في ان الناس تعيش العيشة دي بالظبط فاحنا دلوقتي زي بالناس قاتلت بيعيدوا الجمهورية الجديدة حافظت ده اللي بيتم في أرض مصر دلوقتي ده معناه الجمهورية الجديدة بتحافظ على القديم وبتبني الجديد ومعروف انه كل الجمهورية جديدة زي ما بفاق عاصمة سيدنا عمرو العاصمة لما جاء سابل اسكنديريا وجل فستات لما جاء عباسين عملوا العسكر لما جاء احنا دقلون عملوا القطائع لما جاءوا الفاطمين عملوا القاهرة وبالتالي كل دولة جديدة لابد ان تكون لها عاصمة ادارية يعني ادارية حكم الناس لما نعرفش ان الفاطمين القاهرة دي كان ممنوع الدخول للناس اللي زي وزي حضرتها لانه مكان للحكم دكتور احنا من التمانينات اكبر وادخن واعتى اقلام الكتابة في مصر دي صحافة منشورة روحوا بصوا على ارشيف المايكروفيلم بتاع الاهرام في كل الصحافة المصرية يطالبوا بفك الازدحام داخل القاهرة التي لم تعد قادرة على الاستعاب وعلينا ان نبني عاصمة جديدة فلتنتقل الحكومة الى مكان جديد حديث كانوا بيكتبوا كده من التمانينات فلما تعاملت لازم يطلع لنا نصف اللوطة تقولوا لازميته ايه يعني ما هو علشان بس الموضوع الاول كان بيتم ايه زي بيقولوا ماشين عشوك اعمل جزء وسيب الباقي لا الدولة دلوقتي واخدى الموضوع مش اصار بس ده بتخش على المكان يعني ارجوك منطقة صورة مجرى العيون من عشر سنين كانت ايه دلوقتي يا بدقين مفيش مقارنة اصلا انت بتقرن شيء يعني قريب من شيء حتى الناس لما انقلتهم شوفت دلوقتي الرؤية كان الاول الناس كل واحد يقول لك يخاف ده هو دلوقتي بيجورله المكان اللي هيسكنه يعني تعال اتفضل اسكم كان الاول ما ده بغلود ده الناس ويا بتحفر في الارض واحنا مشتغل في الارض كترحة الارض وصلت لمرحلة انا معارش كتعايشة ازاي صادع جدا اوي والناس كتعايشة في السكر 96 فدان في ارقى ما كان في القيرة حتى لما جوم يبنوا انا محسوط جدا من الباني شوفت شكل باني تراصية اسلامية شيء ليئة على المكان جدا فبقى عندنا مربع مطحف الحضارات مع بحيرة عين الصيرة مع صور مجرى العيون ما يتم الترمومات بقى اللي ورسوا منطقة مطحف الحضارات وحوش الباشا والمنطقة دي تطور احنا يبقى عندنا مكان يعني هنضاهي بي اي منطقة انا كنت بس على مبروح المغرب يا فندم وحضرك اجيت سافرت وشوفت المدن القديمة حظي غير جيد واسبانيا وروما ايه احنا عندنا احسن من كده وقدم من كده واسرى من كده مليون مرة بكتير بكتير دكتور مجدي نورتني وشرفتني وشجعتني والهمتني وهقولك الهمتني ازاي وانما بعد وحنا خارجين سوا دلوقتي اشكرك جدا 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 يا دكتور كل الشوك لدكتور مجدي شكر كبير الاثاريين بوزارة السياحة والاثار العالم كله عارف انت عندك ايه ولما احنا التفتنا الى حجم الثروة اللي موجودة عندنا مش بسة ثروة والتفتنا الى انه ده جزء من حضارتنا وثقافتنا وهويتنا وتكويننا الوجداني والحضاري والزهني والعقلي فنازم يطلع لنا بعضهم علشان ما يعجبهمش العجب فلما تيجي ترمم مثلا معبد بن عزرة ولا تحافظ على مقابر اليهود يقولك وفين المساحيين خليباك اللي بتكلم كده الاخوان وفين المساحيين اللي هم كانوا بيقتلوا المساحيين وفي حرق وكناس في الماليا وفي الصعيد فنبدأ نشتغل على الأديارة ومش بس نبدأ اينا احنا كده كده شغالي مش مستهيين لحد يقول لنا فين فيقولك وطاركتم المسلمين فنقوله أمال أضرحت قال البيت دي بتعمل ايه يقولك وماذا عن مصر القديمة بص هي مصر ماشية والاخوان هتقعد تهاتي وكريم رمزي داخل وانا معطاله مش معقول بقى كده يعني ما هو موضوع انا واخد من كريم صح يا كيمو انا واخد بعتلي بوس على الهواء اتركوا بعد ده مقدرش اتكلم بكرا ان شاء الله نقابلكم في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة